تزداد الحملات الانتخابية في السباق إلى الرئاسة السورية حرارة قبل أيام من الاختراع المقرر في السادس والعشرين من أيار مايو الحالي ثلاثة مرشحين في المنافسة الرئيس بشار الأسد والوزير والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله والمحامي محمود مرعي أحد رموز المعارضة الداخلية انتخابات يعلق السوريون عليها آمالا بانفراجات معيشية في الدرجة الأولى هي يحققها الفائز بالرئاسة متأملة أنه سير الحياة أحسن من هيك والأوضاع أحسن إن شاء الله وأنه بلدنا نجع نعمرها ونعيش فيها بسلام وأمان هيك الاستقرار والحياة الكريمة والمهجارين اللي راحوا يرجعون لبلادهم شعارات وبرامج انتخابية طموحة للمرشحين ضمن مقاربة لمعالجة تحديات ضاغطة بعد عشر سنوات من الحرب أنا أعتقد وجود معارض من أحزاب أخرى غير الحزب الحاكم هو حالة صحية جدا تعبر عن أن الدولة هنا ديمقراطية وتستطيع الدولة أن تتفاهم مع الجميع وتقبل الرأي الآخر وتستطيع أن تقدم هذا المرشح ليختاره الشعب الذي يراه مناسبا له الأحزاب ومعارضات داخل يؤكدون أهمية إجراء الاستحقاق في موعده ضمن المهل الدستورية خطوة يرونها على طريق التعافي الشامل وإكمال مهام اللجنة الدستورية ضمن الحل السياسي نحن كنا نتمنى أن يجرى بظل وفاق وبظل اتفاق على التعديلات الدستورية معروفة وطلبناها لكن الخارج رفض وتحفظ الداخل نحن نرى أن لابد من الوفاق لكن هم رفضوا هم لا يزالوا بجنيب لم يتوصل الطرفات على الاتفاع على المبادئ فوق الدستورية التي كتبناها من زمن طويل من 2016 في المقابل أعلنت هيئة التنسيق وحزباء الإرادة الشعبية والتضامن رد المشاركة في الانتخابات استعادة كامل الجغرافية السورية وإعادة الإعمار وملف اللاجئين وإقلاع القطاعات الاقتصادية المنتجة مهمات كبيرة أمام الرئيس المقبل على طريق البدء بطي صفحات دامية عاشة سوريا على مدى عشر سنوات محمد الخضر دمشق الميادين